العلة لفرض الصيام ما هي؟ لماذا فرض الله الصيام على عباده؟ التقوى ما تقوليش علشان الأغنياء يحسوا بالفقراء تمه ربنا فرض الصيام برضو على الفقراء ها عشان فائر يحس بيه بقى ان شاء الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبيا بعده محمد وآله وصحبه ثم أما بعده مشاهدي ومتابعي قناة عرف دينك أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم نجدل بكم التحية واللقاء كل عام وحضراتكم بخير لا ينبغي أن نكون في برنامج مبارك كهذا ونتحدث فيه عن أسباب النجاة من النار ونحن نتكلم عن رمضان وعن ليالي رمضان وعن عظمة شهر رمضان وعن الصيام ونترك سببا على رأس هذه الأسباب ألا هو الذي من أجله شرع الصيام قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون العلة لفرض الصيام العلة لفرض الصيام ما هي؟ لماذا فرض الله الصيام على عباده؟ التقوى ما تقوليش علشان الأغنياء يحسوا بالفقراء تمه ربنا فرض الصيام برضو على الفقراء عشان فقير يحس بيه بقى إن شاء الله فهناك تعليلات موجودة في كتب الفقهاء وهي على العين وعلى الرأس ولكن بعض التعليلات ربما تنفع مجموعة من الناس لكن تضر بآخرين فحينما أبثت بين الناس أن الصيام شرع من أجل أن يشعر الأغنياء بالفقراء وبماذا يشعر الفقير؟ الصيام فرض على الفقني وعلى الفقير فلو قلت بأن الصيام فرض لأن الأغنياء يشعرون بالفقراء إذن أضعت على الأغنياء أضعت على الفقراء سوابا عظيما ويتسألون هل التشريع فيه عدل بحيث يتماشى مع كل الناس ومع كل الفئات ومع كل البيئات؟ إذا كان فرض على الأغنياء ليشعرون بالفقراء فلماذا فرض علينا نحن؟ إذن هل قال الله ذلك؟ ما قال الله هذا إنما ماذا قال الله؟ أيها الفقراء وأيها الأغنياء قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأعظم سبب لك ينجيك من النار التقوى فأنت تصوم وتزكي وتحج وتعتمر وتفعل كل أفعال الخير من أجل أن تصل إلى التقوى شوف ربنا أقول وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت أعدت للمتقين تب تعالوا كده نشوف بعض الصفات بقى سريعا كده الذين ينفقون في السراء والضراء ما بيطلعش فلوس علشان لما تجيلوا بالوة أو ما يطلعش فلوس علشان لما ابنه حصلوا مرض ففيش الكلام ده؟ لا لا ينفقون في السراء وفي الضراء طيب وهم بقى ناس بقى أغنياء معهم فلوس ولا معهم حاجة واخد بالك أنت والكاضي من الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إيه كمان؟ والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهما يغفروا الذنوب إلا الله ولمسرعا ما فالهم يعلمون عايز أقول لك حاجة سريعة بقى قبل منه الحلقة دي لأنه مضطر أنهيها من أعظم الأسباب بقى فأسألت تقو دي بقى البركات التي تحلوا على عباده ولو أن أهل القرآن منوا التقو لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض وصل اللهم على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر